يا أهلاً وسهلاً بحضراتكم من جديد من القطاعات اللي بتساهم بشكل كبير جداً علشان تدفع ريادة الأعمال في مصر هو قطاع الاتصالات ما فيش شك إنه الحديث عن البنية التحتية هو حديث مهم قوي وما ينفعش تتكلم عن تنمية وما ينفعش تتكلم عن بناء بكرة بدون الحديث عن البنية التحتية دي اللي بتبدأ بيها كده من السكراتش زي ما بيقولوا يعني من الأساس خالص تحفيز الإبداع التكنولوجي نفسه بيساهم طبعاً بدرجة كبيرة جداً في إنك تشجع ريادة الأعمال لما تيجي تأسس مثلاً شركات تكنولوجية أنت كده بتساهم في نوع معين من الطفرات طفرة نوعية عشان اقتصاد الدولة نفسه ولكن نتحدث عن اقتصاد الدولة الرقمي والديجيتالايزينج أو الدخول إلى العالم الديجيتال والرقمي في كل حاجة والمايكانة وكل بقى المصطلخات اللي بتعبر يعني عن فكرة التكنولوجيا والتطور هو ده المستقبل اللي مصر من سنوات بدأت تشتغل عليه لأنه العالم كله بدأت يشتغل عليه فكان لازم نواكب ده بل وبنحاول كمان إن شاء الله أن احنا نطلع لقدام يا باسم أكتر واعتقد الستارتابس من الحاجات اللي احنا طول الوقت برضو بنسأل عليها إزاي ممكن نشجع الشباب وكل الأفكار اللي بتطلع عن طريق الستارتابس طيب بدل ما احنا نتكلم عن هذه الشركات النشئة وعن جهود طبعا وزارة الاستثمار في هذا الموضوع وزارة الاتصالات عفوا في هذا الموضوع أن احنا زي نجرب استثمارات أخرى ويبقى فيه ريادة للأعمال النشئة تعالوا نشوف كل هذه التفاصيل مع ضفنا اللي مشرفنا في الستوديو الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للإبداع التكنولوجي أهلاً سلام حضرك دكتور أهلاً بيكم بسلام مشاهدي سبع الخير أهلاً بيكم الحقيقة أن احنا كنا من فترة قريبة يعني يمكن مش بعيدة قوي كنا بنتكلم على لغة العصر وبنتكلم على الكمبيوتر واللي ما بيعرفش يتعامل مع الكمبيوتر هيبقى معزول أو فيه أمية رقمية بتادينا نتحاول نتكلم بعد كده على التحول الرقمي والخدمات وكل الحاجات اللي هي بيتم تقدمها من خلال التكنولوجيا والحصول عليها دلوقتي بقينا في عصر اللي هو لا غنى عن الكمبيوتر ولا غنى على الأبليكيشنز ولا غنى عن الموبايلات الذكية وكل الخدمات أو كتير جداً منها بقى مرتبط بشكل كبير بهذه الأجهزة وبالتالي سرعة الاتصالات البنية التحتية أي دولة عايزة أن هي تتفوق وتمشي في هذا الكيان بقى أو التوجه الجديد لازم يبقى عندنا هذه الأمور تمام طبعاً هو في الآخر الهدف إيه؟ هو الهدف تنمية اقتصادية وفرص عمل ورفاهية مواطن يعني في الآخر خالص التكنولوجي وتحسين البنية التحتية والمعلوماتية للدولة لازم تنعكس في الآخر خالص على تنمية اقتصادية وعلى أن فيه فرص عمل كتير للمواطن وفيه رفاهية فيه خدمات اللي بتقدم بيتأسهل بيتمتاحة وبتقلل التعب والجهد على المواطنين يعني يمكن أنا من هنا هبتدي أن أنا مثلاً عايز أقول لما بنتكلم بقى على قمة التنمية الاقتصادية وقمة النجاح بنتكلم على أن يبقى فيه شركات عملها شباب لسه متخرج والشركات دي عملت معدلات نجاح عليها قوي فعايز بس أشير على أن من حوالي يمكن أقل من أسبوعين نازدك في نيويورك عملت احتفال كده بيفطة جميلة لشركة مصرية شغالة فيه التكنولوجيا العميقة يعني هي شغالة فيه تطوير البرمجيات وبتعمل حاجات متقدمة هذه الشركة نجحت أنها تجيب استثمارات بـ 46 مليون دولار فكان في نازدك في نيويورك لوحة كبيرة كده عليها صور مؤسسي والعملين في هذه الشركة لو رجعنا كده لحوالي كمان ستة شهور ممكن أو سبع تمن شهور هنلاقي أن كان فيه برج في مدينة عربية شقيقة ملون باسم رائد أعمال مصري واسم شركة مصرية نجحت أنها تخش البورصة برضو في الخارج في نيويورك وبنتكلم على ساعتها كات الشركة بمليار ونص مليار دولار واحد ونص مليار دولار غير كده بقى الشباب اللي بيتابع المواقع اللي بتتكلم على التكنولوجيا هيلقي كده أن بمعدل تقريبا في المتوسط كل أسبوع فيه صورة شباب مصري كده لابس نفسي تي شيرت وقاعدين جنب بعض بنات وولاد على فكرة السيدات موجودين بيكلموا على تأسيس شركات مصرية والنجاح في الحصول على الاستثمارات فعشان كده احنا بنتكلم أن السنة اللي فاتت وده رقم مهم قوي أن مصر قدرت أنها تجيب استثمارات في الشركات الناشئة اللي مبنية على التكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحوالي نص مليار دولار يعني بالضبط 491 مليون دولار ده في مجال الشركات الناشئة فقط فقط ستارتابس بتستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال 147 صفقة استثمارية يعني عدد الصفقات أو الانفاسمنت ديلز اللي حصلت 147 ب491 مليون دولار وكانت مصر يعني لإما الأولى لإما التانية لإما التالتة على أفريقيا والشرق الأوسط في حتة عدد الصفقات كنا نمرى واحد مثلا على أفريقيا كنا اتنين على الشرق الأوسط في كام صفقة لهمة 147 وكنا من ناحية الحج برضو مرة ثلاثة مرة اتنين قبل كده كنا نمرى واحد احنا أملنا الحقيقة أن النص مليار السنة دي يبقوا مليار كنا السنة اللي قابليها اللي هي 2020 كنا 190 فطلعنا من 190 لربعمية واحدة وتسعين يعني بنتكلم على معدلات أكتر من 100% فبالتالي كل ده يعني بيبلور إن أنا عايز أعمل تنمية اقتصادية يبقى عايز إن أنا أأسس المزيد من الشركات والحقيقة الموضوع ده مهم قوي إن الشباب يعرف إن الشركات دي بيعملها الشباب زي يوم بيأسسوها بيينجحوا بياخدوا استثمارات بيبتدوا بعد كده يصدروا خدمات وده كله بينعكس على دخل الشباب والمواطنين طيب حقيقة إنه كل كلام حضرتك ده بيخلينا نسأل الشباب والأفكار والستارتابس اللي ممكن تكون وصلت لبرة لدرجة إنه ناس دك وغيرها يحتفلوا بمشروعات وستارتابس اللي عملوها مصريين واخترقوا هذا المجال يا ترى المراكز الإبداعية دي ممكن حنحتاج قد إيه معلومات عنها وعايزين نعرف أكتر تفاصيل عنها وبالتالي نزلنا بكاميرات هذا الصباح حشان نعمل تقرير كامل عن هذه المراكز الإبداعية التكنولوجية هنشوف التقرير ونرجع بعد إذن حضرتك تعلق لنا علي يا دكتور نتابع مع بعض إذا كان لديك فكرة مشروع ولا تعرف من أين تبدأ أو لديك مشروع على أرض الواقع وتريد أن تنطلق به إلى أفاق أرحب فأنت بحاجة إلى كرياتيفا فمراكز إبداع مصر الرقمية أو كرياتيفا هي مبادرة إبداعية من الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات لإنشاء وتطوير قدرات الشركات النشئة نحن في كرياتيفا ندعم رواد الأعمال من خلال مجموعة متميزة من الخدمات والبرامج اللي من خلالها منوفر لهم بيئة عمل مناسبة من خلالها أنهم يقدروا يأسسوا شركاتهم بشكل رسمي وقانوني من خلال أن الشركات النشئة تدخل في السوق فعليا زي أننا نوفر لهم قرات عمل داخل المحاوزات كرياتيفا تنتشر مراكز كرياتيفا حاليا في ثمانية محافظات داخل الجامعات لدعم ومساعدة الطلاب والخريجين ورواد الأعمال وشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات النشئة عرفت كرياتيفا عن طريق تلفزيون شفت أنهما بيقدموا خدمات كتير للستارتابس وبروغرامز تدريبية وورك سبيسيز كمان بيأهلونا في مجال الستارتاب وبيقدموا خدمات استشارية في البزنس وكا تيكنيكل أخدت في كرياتيفا برنامج اسمه Start Your Project البرنامج ده أهلني فترة أن أنا يبقى عندي الـ Own Business بتاعي وأبدأ فكرة مشروع بتاعي فده طبعا كرياتيفا وفرت علي وقت ومجهود ووفرت علي أن أنا يبقى حضرة كل الساشنز وكل المحاضرات في المحافظة بتاعتي وإن أنا أبقى متواجدة حتى المشروع بتاعي اللي أنا هعملو أو الستارتاب بتاعي اللي أنا هعملو يبقى موجود أراضي في اسماعليا بداية أول مراحت كرياتيفا ما كانش في الفكرة على قد ما كان فيه أنه أنا عايزة عمل حاجة بس كنتش عارف إيه لاتجاه المناسب اتحركت بتاديت في التدريبات الموجودة في كرياتيفا المنوفية بتادينا اتحرك أعرف ده إيه ده إيه فأخترت مجال الترينيج أو التدريب التدريب بيتعامل طول الوقت على الأرض فالانطلاق دلوقتي من الحكومة أنها تتحول الجزء الرقمي فأحنا بنتحرك من الانلاين أن احنا نوديه للميتافيرس الخدمات الاستشارية التي اتحركنا فيها كانت بعض الاستشارات في الزكاء الاصطناعي الـ AI البزنس طبعا بالدخول والاستخدام والاستفادة من كرياتيفا المنصورة السيرفز اللي بيقدموها الخدمات للشركات النشأة قدرت موينجي أنها تستفيد وتوصل للنموذج عمل النهائي لها وأنها قدرت أنها تدخل حيث التنفيذ وبالفعل كرياتيفا ساعدت الشركة أنها تقدر تعمل شركات وتأسس بورترشيب تقدر من خلالها للشركة أنها تتوسع ويحصل لها نوع من أنواع النموم يمكن زي ما شفنا مع حضراتك دكتور حسام دي نماذج لشباب عملوا بفعل هذه المشاريع ونجحوا فيها ولكن لو عايزين نفكر كده هما لما جم يبدأوا أكيد كان فيه تحديات كبيرة وما كانتش الدنيا بسهولة كبيرة وده اللي خل سيادة الرئيس كان مؤخرا قام بتوجيه الحكومة المصرية برئاسة طبعا معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وتم اتخاذ قرارات واضحة في كيفية مساعدة الترخيص ومساعدة الشركات النشئة أو ما يعرف بيه شركات الفرد الواحد على أن هي تدخل السوق وتبدأ عملها وتبقى الدنيا ميسرة بشكل كبير لها عدد كبير من هذه الخطوات ومن هذه القرارات تم اتخاذها أنا سيب حضرتك لو تعرفنا بيها ومدى التأثير المتوقع عليها في أن هي تجذب المزيد من الاستثمارات فيما تعلق بالشركات النشئة طبعا أهم حاجة أنت عايز تعمل بيئة مشجعة للشركات النشئة في جميع المراحل عشان كده عندنا في الوزارة في مبادرة اسمها مبادرة مراكز إبداع مصر رقمية كرياتيفة كرياتيفة جاية من كرياتيفتي يعني فيه إبداع وابتكار المبادرة دي أن أنا موجود على مستوى الدولة عايز أوصل أن في كل محافظة يكون عندي مركز إبداع مركز إبداع يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات منها زي ما حضرتك بتسأل المساعدة على التأسيس والإنشاء وغير فأنا النهاردة عايز في جميع محافظات مصر يبقى عندي موجود كرياتيفة سنتر دواء إنوفيشن هاب مركز إبداع بيقدم الخدمات المتكاملة دي أنا النهاردة موجود في سبع محافظات خيج القاهرة يعني حاليا موجود في صعيد وموجود في الدلتا وموجود طبعا فيه أماكن برضو في القاهرة طيب إيه ميزة هذه المراكز الميزة إن أنا أولا أكون جوة الجمعة أو جنب الجمعة فمعنى كده إن أنا جنب الطلبة معنى كده إن أنا بكلم الشباب على يعني إيه ريادة أعمال ويعني إيه إبداع ممكن يخليك تعمل شركة وتبقى أنت مدير الشركة وتقدر أنك تحقق دخلي جيد فلازم التوعية والأفكار دي تنتشر بين الشباب لازم البزنس سبيرت أو روح ريادة الأعمال دي يبقى من المواضيع اللي الشباب بيتكلموا فيها جوة الجمعة مش بس التوظيف التقليدي المعتاد اللي إحنا عارفين فعشان ده يحصل لازم يكون فيه مراكز إبداع جوة الجامعات طيب أنا بقول بقى زي ما حالك بتسأل طب أنا عايز أس الشركة أساعدك إزاي؟ لازم يكون عندي مجموعة خدمات متكاملة من أول ما ضربك على التقنيات ودي أسهل حاجة على التكنولوجي لحد الحاجة اللي بعد كده أن أنا ضربك يعني إيه ريادة أعمال ويعني إيه إبداع تكنولوجي وإزاي تجيب فكرة طب جبت الفكرة إزاي إنك إنت تتحول الفكرة لنموذج عمل بيزنس موضل طب جبت نموذج العمل إزاي أحول نموذج العمل إلى الشركة إلى ستارتوب طب عملت الستارتوب إزاي الستارتوب دي تجيب استثمارات وإزاي تصدر خدمات وإزاي ممكن يبقى عندها مثلا احتياج لترخيص لموارد لمعامل متقدمة هو سؤال مهم جدا هنا يحضرني هذا السؤال الفند على خضراتكم ولا على صاحب الفكرة جميل هو أنا لازم أشارك كدولة في المراحل المتقدمة من خلال منح في الفند في منها نوعين فيه فند كاش أن أنا بديله نقدي وفيه فند عيني عيني أن أنا أديله الخدمات اللي هو عايزه يعني عايز يأسس أدفع له مصاريف التأسيس عايز أن هو يستخدم أجهزة ومعدات غالية أجيبها له عشان يستخدمها فأنا بساعده في نفس الوقت عشان الجدية لازم هو يشارك معي في التكلفة لإثبات جدية الطرفين ولازم في الآخر يثبت لي أنه عنده قيمة مضافة إزاي بيثبت لي أنه فيه عميل بيطلع من جيبه جنيه بيدهوله عشان ياخد منه الخدمة فمعنى كده أنه عنده قيمة مضافة وعنده حاجة أنا كعميل عايزها ويثبت لي الطريقة الثانية أنه يجيب مستثمر من جوه أو بره مصر فكده أنا بدخل العملة الصعبة وبشجع الاستثمار ويعيي الناس ويكبر الشركة جايبان المستثمر ده دوره ولا دور حضرتك لاتنين برضه أه بس هو في النهاية شاب يعني هو كبير وقوي الأكسس بتاعه على بره صفحته على السوشال ميديا بلا حاجة إنما حضراتكو بقى بتمثلوا الدولة طبعا تعرفوا دعاية وتخطبوا بره وتقول بجد وعندنا أفكار كذا عندنا شباب مصريين عندهم أفكار كذا التولز كلها معاكو يا فانت تمام يبقى معنى كده إيه أن أحد الخدمات اللي لازم مراكز إبداع مصر الرقمية كرياتيفة تعملها التشبيك مع المستثمر والتشبيك كمان مع الأسواق الماركت لازم برضه أنا ممكن أكون لسه بادي ما عنديش قدرة إن أنا أسوق لنفسي وإحنا عايزينه كمان من الأول بيسموه بورن جلوبل يعني عايز من الأول لما تعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ممكن من خلال النت عميلك يبقى في دولة إقليمية أو في أوروبا أو في أمريكا فبالتالي عشان أساعده في ده أقدمه الخدمات دي إزاي فيه بقى خدمات كتير أول خدمات إن أنا أجيب له المستثمر ونعمل لقاء أونلاين دي أسهل حاجة وأعمل له كده كل مستثمر يخش أوروبا يقابل فيها الشركة الناشئة ويسمعه ومن قبل ما أعمل كده بقولي المستثمر أنت مهتم بإيه بيقولي مثلا أنا مهتم باللي شغالين في الموبيلتي في النقش مثلا بل إنتاج زراعي مثلا هم جايب له الشركات اللي ليها البروفايل أو ليها التوصيف اللي بيناسب احتياجات المستثمر وده بيبقى علي يتقابلوا مع بعض برضو لإما أونلاين يا إما حتى أونسايت لو احترنا نعمل ده ساعات كتيرة بنصفر الشباب إلى الخارج عشان يقابلوهم أو بيحضروا مؤتمرات عالمية برضو إخليمية أو دولية فحتة إننا في مرحلة حريتك عارفة الشركة في المرحلة الأولى بيسموها مرحلة سيد زي البزور كده إنه مرحلة التأسيس دي بيحتاجوا أكبر دعم ففي الحتة دي إن أنا أصفره إن أنا أخليه قابل مستثمر أونلاين كل ده موجود وحتى الشركات بقى اللي بيسموها في مراحل النمو اللي هي الجورث ستيج دي برضو بتحتاج دعم لإن لما بيكون عندك منتج مبني على تكنولوجيا معلومات والاتصالات بتصرفي عليه كتير عشان تخليه مناسب فأنا مش عايزه يحمل هم كمان تكلفة التسويق أو زي ما حضرتك سألتي تكلفة التشبيك مع المستثمر حلوة التشبيك دي لأنها معبرة أو يعني اللي هو بنلضم صاحب الفكرة إزاي بالمستثمر طبعا طبعا السيليكون فالي يا دكتور بعض سؤال بيسمو لا تفضلي هو الحقيقة مرتبط بحاجة قريب من ده طبعا كاليفورنيا يعني هي على طول كاليفورنيا دلوقتي بييجي على بالك قرية السيليكون أو وادي السيليكون أو السيليكون فالي وخلينا بشكل عملي نبقى متفقين إنه العالم كله بيقول يا رب مستثمر ييجي من السيليكون فالي أو وادي السيليكون إزاي ممكن نوصل لهم يعني أكيد ما فيش دولة في العالم ما عندهاش أفكار بتطلع على هناك على طول علشان تلقط أو تسبك مع أي مستثمر هناك ومصر غنية جدا بالأفكار وبالشباب والعقول الوادي الدولة هي بجد بتشتغل علشان تقدر تجذب الشباب وتحطهم في الصورة وتجهزهم للانطلاق لسوق العمل الحقيقي إزاي ممكن نوصل للمستثمر اللي هناك في كاليفورنيا ونقول له تعالنا إحنا هنا عندنا حاجة حلوة قوي ممكن تشتغل فيها والله فيه آليات كتيرة أول آلية دي إحنا عملناها إن إحنا عملنا استراتيجية لجذب المستثمرين مع استشاري علامي يعني جبنا استشاري علامي معروف حطلنا استراتيجية متكاملة بالتعاون معنا وطبعا خدنا في الاستراتيجية دي أراء رواد الأعمال والمستثمرين المحليين لأن خلي بالك أحد الطرق اللي بتساعد المستثمر العالمي إنه يخش في شراكة مع مستثمر محلي وكل ما تقدر يتعملي برضو التشبيك مش فقط مع رائد الأعمال والمستثمر ولكن مع شبكة الاستثمار المحلية وشبكة الاستثمار العالمية بيكتسب ثقة فأول مرة ممكن يخش شريك بنسبة قليلة وبعد كده يبتدي التواسع فبتعملي له بس إيه lead activity أو خطوات جاذبة عشان تشجعيه وتقليلي المخاطر اللي عليه المحور التاني إنه إحنا نجيبه كله بقى هنا طب نجيبه كله هنا إزاي في حاجة اسمها يعني عالميا كده بيسموهم ecosystem enabler يعني فيه ممي مالاش حذر أني دكتور ولكن باختصار شديد بعد إذنك عشان الوقت بس دهي فيه مستثمرين عندهم القدرة على بناء المنظومة يعني معروفين عالميا إنهم راحوا دول ونجحوا في بناء منظومة الإبداع وريادة الأعمال فإحنا اتفقنا مع اتنين منهم في واحد فيهم موجود بالفعل في مصر وأسس من ناحية القانونية تواجده جيب الشبكة بتاعته جيب شبكة المستثمرين جيب شبكة الشركات العالمية اللي بتشتغل معاه اللي هي ممكن تحط كمان أموال في شركات أخرى وفتح في مصر والنهاردة هو بيشتغل فيه مركز إبداع كبير في مصر الجديدة موجود وبيقابل الشركات وبيتعرف عليه فإن أنا أجيبه أو أبعث الشركات أو يقابلوه أونلاين كل المحاور دي شغالين عليه حالو جدا يعني احنا بنشكر خضراتك جزيل الشكر دكتور حسام عثمان مستشار وزير لاتصالات للإبداع التكنولوجي على كل هذه المعلومات وإحنا بنأمل وإحنا نشوف المدينة التكنولوجية إن شاء الله قريبا في مصر تبقى موجودة وتبقى مقر لكل هذه الشركات وكل هؤلاء المستثمرين علشان تبقى على غرار بقى ما هو موجود مثيل لي في الدول المختلفة إحنا عايزين نجهز أفكارنا يا باسم ونروح نقابل دكتور حسام ما خلاص بقى الفند عليهم الدعاية عليهم التسويق عليهم فنجهز أفكارنا وحنيجي لحضرتك أنا أنا باسم شكرا لحركة دكتور شكرا لك نوارتنا شكرا لك باسم شكرا لك يا ممنا فعلا بكده بنكون وصلنا مع حضراتكم مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة من هذا الصباح نوارتونا وشكرا جزيلا وإن شاء الله نكون وفقنا يا رب في تقديم كل المحتوى اللي كان موجود معنا النهاردة وبكرة بإذن الله في نفس المعاد مع حضراتكم في هذا الصباح وشكرا لك شكرا لك يا باسم ونشكر حضراتكم للطيب المتابعة وغدا يتجدد لقاءنا إن شاء الله في هذا الصباح في تمام الثامنة صباحا مع زملائنا في هذا الصباح دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر